وش فخباركم بان الجزائر غدي جمشي الكأس العالم القطر هاتش اللي اكداج واح الجريدة فرنسية اسمي تاليكي وش فخباركم بان غتعود واح المنتخب اللي غدي يتم الاقصاء ديانه من طرق الفيفا هدي مجيهة مجيهة تانية غدي نهدروا كيفاش كان الاستقبال ديان المنتخب الجزائر الكرة الطائرة دين جديدة مضايقات اللي تعرضوا لها الجزائريين وارطوا لهم الصرف المغاربة كم موقع في الجزائر فرن ما خلاوش هاتش يفوت لكن قبل من هاتش ما تنساش دعم القناة خلينا متابعة خلينا لجيه خليونا التعاليق ديلكم وكملو معنا الفيديو حتى الاخر على بركة الله نبدو الفيديو اذا المغرب اولا ولا غالبا الى الله وعاش المغرب ولا عاشا من خانه اليوم بغينا نخضروا على احتمالية مشاركة المنتخب الجزائري في كأس العالم اياها سيدي مشاركة المنتخب الجزائري في كأس العالم هذا هو الخبر الرائج اليوم لاكداته الصحيفة الفرنسية خبر هذا اكداته الصحيفة الفرنسية لكيب سبورتيف لكيب فرانسيز هذيك لكيب ديال فرنسا هي اللي اكداتت الخبر وقالت بانه المنتخب الجزائري من المحتمل يكون في كأس العالم علاش لان الاكوادور عندها تتبير في الوراق وغادي تمشي وغادي دخل الجزائر لان الجزائر ضروري ما يكون حاضر كيب ما كيعرفو الناس في كأس العالم لانه منتخب متأهلش المرة الفيتاء وكان عرفو بانه منتخب تعرض الاقصاء في الدقائق الأخيرة من طرف اي كامبي ديال الكاميرون كنعرفو بانه هناك احتماليات النقاصة ما دار ذاك الشي اللي على بلكم وقاطر قاتلوا ما سيدي المكان الجزائر ما كينوالو هاد الشي من سابع المستحيلات اذا هاد الشي اللي غادي يكون ان الجزائر غادي تكون في كأس العالم بقاو معنا تل الخر نعطيكم تفاصيل كتر ولكن قبل بغينا نقولوا الحادث اللي يوقع في الدين جديدة في الدين جديدة جاء المنتخب ديال الجزائر للكورة الطائرة الاستقال وقتال المضيقات والمغاربة ده الشي اللي يوقع في هران وقتال المهم المضيقات للمنتخاب جزائري هاد الشي اللي غاتي شفو حصري على القناة ديالنا هاد الشي اللي غاتي شفو بانه تعرض عليه المنتخب الجزائري لكورة الطائرة فى تعرض المضيقات هاتشین في الفيديو هاتشوفو عكس دكي شي اللي كيتقالوا مهم غادي ونخلوكم فادي الفيديو وغادي نقولو لكم بجموعة هذه الأمور اتشوفوا الفيديو دابا ونخلكم تلخر ولكن كنوا على يقين بانه المنتخب جاء لكورة ليد للمغرب لكن قبل بغيت نعرج على واحد القضية ان المغرب ادارو الهاشتاك بانه العرب مهي مجموعة ادارو الهاشتاك بانه حفيد دراجي ما يعلقش على المباراة ديال بارشلونة وبير مونيخ ولكن علق على المباراة ديال بارشلونة وبير مونيخ ولكن الغريف في الامر ان المزروي كان مشاركت مما في هذه المباراة تصاب واحد اللعب ودخل هو تخيلوا ان المزروي يقطع الكورة وما يذكره او توريس او لفا او توريس او لفا او يذكر مثلا مهم اللعابة ديال المهم انكم عارفين انتوما صانيو ولا مهم انه ما يعرفون انتوما البرساوين والبايران مع ريالي كان عارفين اللعبات مادريد فما كانش يقدر يذكر المزروي على فمو يقول بانه دير تدخل جميل كان عارفو بانه مزروي في المستوى العالي وغادي يشارك مع المنتخب الوطني الى ما كانش اصابات كثيرة وكانت تمنى انه ما كانت تكون اصابة المزروي باش يشارك في كأس العالم لانه من الركائز ديال منتخب مغربي في الدفاع الى الجانب حاكيمي وبانون ولياميق وشرف داري ورومانسيس مجموعة ديال لعبة ما عارفناش حنا ما كنفرضوش على الرقائز الى شعيط هو المدريب هو اللعيط المنبه اذا هدين رجعو المشاركة الاحتمال ديال المشاركة ديال المنتخب الجزائري في كأس العالمة قلنا الاكوادور زورات الوريقات نعطيكم التفاصيل ان الاكوادور زورات الوريقات الى واحد اللاعب كولومبي من حقك انت تلعب مع اي منتخب بغيتي غير يود كل الوريقات عندك وتكون عندك الجنسية ولا ما كانش عندك يكون باسبور لكن الاشكال ان بريطانيا اكدت هذا الخبر وقالت بان واحد اللاعب ديال الاكوادور زور الوريق ان يبغي يتباع من الفرقاء الفرقاء واسميه ترس الحقيقية ما كي نشمع لان هذاك زوره باش يدخلو لواحد الفرقاء الاكوادور اذا الاكوادور في شك في المشاركة ما كانتش ولكن شكون هي الفريق والجزائر مثلا والشيلي مثلا لغادي تشارك الجزائر سابع المستحيلة ان الجزائر تشارك في كأس العالم اه ما يمكنش تشارك في كأس العالم لان هذه الفرقاء لطالبات بان المقابلة ديالها تحذل النقاط هي الشيلي الشيلي في الالي الذهب والاياب غا تتلصت النقاط وغا توليها في المركز الرابع وبذلك غادي تتحذل اهل الى جانب على برازيل طبعا والارجنتين والدولة الاخرى لهم اهلات مارس مهم انا ما مهم هادشي اللي بيت نأكد لكم بانه جزائريين غا احلموا المباراة تعاود مهم وشفو اي كان بيو غزانة اما بشكل بانه العابد الجزائريين تعرضوا لمضايقات اللاس قد نوريكم واحد الفيديو غا تشوفوا في التالي شوفوا الاستيقاء بالكيدير قلكي لا قلك الى دالك الى مشين دالك لدالك الشر دالي الخير تيغلب خيرك خيرو هادا هو الجوذو الكرم دال الدولة المغربية ولي كيبقى ديما جوذو كرم عبر التاريخ مغاربة خليتكم على خير جزائريين بقى تحلموا ان المباراة تعاود كونوا على يقين نحليكم مع الفيديو وشوفوا الاستيقاء بالكيدير ها انتم الجزائر كاستقبلكم بالتقال من ركشيا نعمة سيدي وفي احصل لبليس اللي عنا نعمة سيدي عيشوا بعنا الحياة تزاير عايشيش اليوم فلادات اليوم سيدي 11 سعود 2022 يعني فرام اضربت وليدات ناس ها ناس ديالتزاير عايشين الحياة في المغرب في الطب الجديدة كل مان صحتكم عايشوا عايشوا الحياة عايشوا الحياة وخدشوا ما نضربونا احنا ما نضربوكمش عايشوكم الحياة